واخيرا وبشكل رسمي تم فتح باب التهديم على منحة الممولب الكامل للدراسة في الولايات المتحدة الامريكية وكنت اتكلمت قبل كده عن المنحة وقلت لكم استعدوا للمنحة وقد التفاصيل بتاعتها واحد اتنين تلاتة ولكن المنحة لسه ما فتحتش للدولة العربية ولكن دلوقتي المنحة بشكل رسمي فتحت لجميع الطلاب الراغبين في الدراسة في الولايات المتحدة الامريكية مجانة يقدروا يقدموا دلوقتي على منحة للدراسة في امريكا وخلي بالك ان المنحة السنة دي فتحت برامج جديدة انا لقيت ايميل وصلي بيقول لي ان المنحة خلاص فتحت بشكل رسمي في مصر وطبعا طالما فتحت في مصر فهتلاقيها فتحها في الدولة العربية الاخرى فانا هستعرض معكم الايميل هوري لكم كل البرامج اللي بتقدمها حاليا هوري لك البرامج الجديدة وهشرح لكم على واحدة منهم ازاي تقدر انك انت تعمل حساب ازاي تقدر ان انت تقدم وطبعا نفس طريقة التقديم اللي اتباحها على المسال اللي اشرحولك في الفيديو ده تقدر تتباحها على باقي البرامج علشان صعب ان انا اشرح لك اكتر من ستة برامج او سبع برامج موجودين افتح لك كل واحد اقول لك هتعمل ايه? هتعمل ايه? الفيديو هيكون كبير جدا وهي هي نفس الفكرة. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك ولو لسه مشاركتش في القناة لو تشترك فعل زر الجرس على اولو ما تنساش تتابعنا على صفحتنا جديدة على الفيسبوك. الرابط بتاعت ايه موجود سندو الواصف اسفل الفيديو مسبت فقط. ويلا بينا نروح على اللاكتوب بتاعنا نتعرف على كل التفاصيل والمميزات. ونعرف مع بعض شرح طريقة التهديم خطوة بخطوة. ده الايميل اللي انا حبيت ان انا اوره لكم في البداية وطالما هي هنا حضرتك تشوف ان هنا مكتوب ايجيبتيم وان الايميل عن مصر تاع علشان انا جنسية مصري ولكن حضرتك لو كنت مسجل قبل كده اين كانت الجنسية بتاعتك اللي عربية فهو هتلاقيه بعت لك ايميل. تمام? طيب هنا بلاقي فيه برامج مختلفة. فيه هنا برنامج جديد اللي هو هنا بيقول لك ان ده دي منحة جديدة برنامج جديد فتح. هنا بيقول لك في ده برضو تمام? دي المنح اللي موجودة واللي فتحتها تمام? بعيدك تركز في حاجة انت طبعا هتقول لي يا ماريو احنا نجيب ازاي اللينكات دي انت فتحها للايميل بتاعت. انا مسهل عليك ادني يا صدقني على الموقع الرسم الخاص بقناة دكتور المنح الموقع بتاعنا يعني هتلاقي المقال ده الرابط بتاع موجود سنده الوصف اسفل الفيديو. لو جيت نزلت هنا معي تحت خالص بالليين كاتب لك البرامج اهي موجودة بالاحمر وبالازرق عشان خطر حضرتك تشوفه يعني ايه? يعني الوان مختلفة فاهم انت المهم يعني دي البرامج اللي انا كنت بتكلم لك عنها هنا اهي موجودة هنا قدام حضرتك تمام? طيب بالنسبة لي المنحة دي قلنا قبل كده ان حضرتك تقدر انت تدرس واحدة من الجامعات الامريكية بتقدر تحصل على درجة مجلسيرة او دكتوراه مش طالب منك سنه محدد وخلي بالك قلتلك موعد الفتح بيختلف من دولة الاخرى وموعد انتهاء التقديم بيختلف من دولة الاخرى والدليل ان اهو احنا شرحنا الفيديو من فترة وقلنا استعد للمنحة ومن فترة كانت فتحة لدول اخرى فدلوقتي قتعت لنا كدول عربية فبيختلف من دولة الاخرى انا مقدرش انا نمسك معاد محدد لفتحها او معاد محدد ان هي تنتهي لكل دولة تمام? طيب وده الفيديو اللي انا كنت اتكلمت فيه قبل كده هنا بالنسبة للبرامج زي ما قلتلك كل برنامج تقدروا بتشوفوا من هنا هي البرامج المتاحة او مسلا من هنا زي ما انا اتكلمت معك وقلتلك سيبهم لك هنا كلهم تمام? كمان بالنسبة للمميزات تكاليف الصفر بتغطيها دراسة راتب تأمين صحي لو انت عايز تصاحب اسرات زوجتك واولادك او ممكن حضرتك تصاحب زوجك اولادك مفيش مشكلة تقداري او تقدر ولكن ده هيكون على حسابك الشخصي. طيب بالنسبة للمسالات المطلوبة هنمدأ صورة منجاز الصفر شهد التخرج بين درجات اخر موال دراسة حصلنا عليه. خطة الدراسة بتاعتك السيرة الزاتية التحفيز التوصية كل ده موجودين على القناة وسايب لك روابطهم موجودة في سندق الوصفة اسفل الفيديو. كمان شهادة ايجاد لغة انجليزية ازا كان طفل قاية سيكون مطلوب منك طبعا لان دي منحة في الولايات المتحدة الامريكية او منحة قوية. طيب هنشوف اني برنامج من دول اللي عايزين نقدم عليه وهنبدأ نضغط عليه مع بعض. انا طبعا بيقول لي ايه? بيقول لي لو انت عايز تقدم تمام? هنا بيقول لي لو عايز اتوصل مع حد البروغرام ديسكريبشن. اللي جابي لي لو حضرتك عايز تعرف هي شروط التعديم بالنسبة لموضوع اللغة هو مطلوب منك ايه? لو انت مسلا ده السابقة كانت بالانجليزي ينفع قدم شهادة دي ولا لأ? فحضرتك هنا بتقدر انت تشوف متطلبات اللغة يعني حتى هو هنا بيقبل منك دلوقتي تمام? طيب هنا بتلاقي كل التفاصيل وهنا دي مسلا ايه? مراكز اللغة اللي حضرتك ممكن تمتحن فيها. ممكن تمتحن في الموجود في القاهرة وفي اسكندرية. فيه هنا في المنصورة. كمان هنا اهو فيه في موجودة في السيوت لحضرتك من السيوت تقدر ان انت تمتحن فيها الامتحان ده طبعا الحاجات دي كلها موجودة على الموقع الرسمي. انا مش بعمل اعلان لأي حد. حاجات موجودة مكتوبة. احنا بنشرحها تمام? كل التفاصيل موجودة هنا. طيب هنا بالنسبة ليه البرنامج بيقول لك هو بدأ امتى? وهينتهي امتى? هو بيقول لك خمسة وعشرين جولاي. يعني المنحة فتحة معاك لوقتي كبير اهو. بيكون في اغسطس لسبتمبر. تمام? يعني ادي الجدول الزمني او الخطة الخاصة بالتعديم. هنا عن مصر. لكن على حسب دولتك هتلاقي اللي هو الجدول اللي هيمشوا عليه. الخاص بيه البرنامج بتاع في الدولة بتاعتك. تمام? طيب بعد كده هنيجي يا صديق الانسان عشان نقدم علشان نبدأ بتاعنا. هيقول لي هنا ولا ولا كأني اول مرة بقدم هنضغط هنكتب الاسم اسم العائلة تاريخ الملاد كونتينيو هيبعت لك رسالة فيها هتكتب القود اللي هيجيلك على الايميل بتاعك وبعد كده تاريخ الملاد مرة تانية. بعد كده بتقدر تكتب كلمة سري اللي انت عايزها وبتدخل على تمام? انا هنا هعمل بما اني عندي حساب ايميلي كلمة سري بضغط على طبعا انا هنا عندي اكتر من انت هيفتح معك اللي هطول مليكش داعه والخطوة دي. تمام? طيب هنا هكتب بتاعي وبعد كده نضغط على هنا هيقول لي تمام? انا علشان خاطر مسجل قبل كده على البرنامج ده هقدر ان انا ادخل عليه ده البرنامج الاول اللي انا بشرحه لك من هنا او من هنا زي ما انت حاب. على حسب البرنامج هيطلع لك اسم البرنامج اما تضغط ترضع تريد البرنامج تمام? انا عندي البرنامج فانا هضغط هنا على طول بعد كده تمام? هنا طبعا بيقول لي في الاول بقى هو بيسألك كام سؤال بقى اللي هو ايه? عن الالجابلتي وهل انت قدمت على الهجرة امريكا قبل كده وقال لا شوية اسئلة انا هنا كنت عامل هنا ياسو كونتونيو وبعد كده هنا في دي هنا بيقول لي انت الدولة بتاعتك ايه? اختارت مصر هنا بيقول لي ايه الاكاديمي الجير اللي تقدم عليها وما تش اصلا تغربها عشرين خمسة وعشرين بعد كده بيقول هل انت معاك الجنسية الامريكية او انت عند جنسية مزدوجة ويقام دايما في امريكا قلت له بعد كده بيقول لها قدمت على الهجرة العشوائية قلت له نو بعد كده بيقول لي انت رجعت كل الشروط وانت شروط متوافقة معاك قلت له ياس بعد كده هنا جيت قلت له على قلت له ياس عليها وهنا بعد كده بدأت تجاوب ان هو على السؤال بعد كده هنا بيقول لي هنا بيقول لي انت موهف ان رجع ببيانات لكل حال اختارت ياس وبعد كده بعد كده هندخل على هنا بالنسبة الجوزة الخاص بيقول لك في الدولة بتاعتك تقدر تتوصل مع مين وهكذا تمام بعد كده بنضغط على معلومات شخصية اسمك اسم العائلة اسم والدك بعد كده هنا لو انت لك اسم مفضل عايز حضرتك تكتبه بعد كده بيقول لك لو انت كان لك اسمها سابقك اكتب هالو لو ما عندكش خلاص بتصيبها فاضية خلي بالك ان كل حاجة عليها النجمة دي دي متطلب اكباري بعد كده بيسألك عن تاريخ الميلاد بتاعك المدينة الدولة الجندر بتاعك ازا كان ذاكرها من انسة متزوجة من اعزب كل التفاصيل والبيانات دي حضرتك بتقدر تجاوب عليها بعد كده هنا بنيجي على الجزء الخاص هنا بتبدأ تكتب له العنوان بتاعك الشارع المدينة محافظة بص الكود بص الكود طبعا يجيب من على جوجل بتكتب بص الكود زي اسم المدينة اللي انت عايش فيها بيطلع لك رقم هو ده اللي بتكتبه بيكون مكون من اربعة خمسة او ستة رقم على حسب بعد كده رقم التليفون بتاعك ومتنساش تكتب كود الدولة بعد كده الايميل وهنا شخص يتوصل معه في حالة الطوارئ مثلا عايز تكتب بيانات عن والدك عن والدتك عن اخوك عن اختك عن عمك عن متك خالك خالتك ايا كان تبدأ تكتب له بيانات دي الشخص الاول مطلوب بشكل اجباري وهنا الشخص التاني مش متطلب اجباري وخلي بالك الشخص ده هنا بيقول لك ان ده ما يكونش عنوانه في الولايات المتحدة الامريكية يعني من خارج الولايات المتحدة الامريكية وده اجباري لكن الشخص لعنوانه داخل الولايات المتحدة الامريكية ده مش اجباري. عندك شخص في الواحدة المتحدة الامريكية هيكون بمسابة بالنسبة لك ممكن تواصله مع الحالة التغاري اللي قدر الله. تقدر تكتب بياناته. مفيش حد خلاص سيبها افاضي. بعد كده منيجا الجزء الخاص بالاكاديميك فالجزء ده حضرتك طالب منك كسير ازيتها بتاعتك بترفيك كسير ازيتها بتاعتك بتبدأ تقوله عن تعليمك السابق. هنا خبرات العمل بتاعتك لو انت اشتغلت شغل بتاخد بتاعتك. لو انت حضرتك حصلت على قبل كده بتبدأ تكتب عنا هنا بتبدأ تكتب عنا هنا. اي حاجة من دون لو انت عندك اي منشوعة علمية سابقة بتكتبها لو انت عندك عندك يعني هنا قدامك هو ايه? هو هنا مش عاملك حاجة يكباري. ولكن حضرتك لو عندك اي حاجة منه بتدخلها. عشان الخاطر تقول متاعك. ما عندكش عادي جدا لك لو عندك اكتبها لو انت سفرت قبل كده للخارج بتقدر انت تضغط على وبعد كده بتبدأ تقوله انت سفرت دولة ايه? امتى سفرت? رجعت امتى? ايه هو انت ليه سفرت بالخارج وكذا بتضغط على سيف. تمام? بعد كده انا بيقول لك هل انت حصلت على منحك قبل كده? لو حصلت بتقوله ياس وتفاصيلها اللي ولا بتختار بعد كده قلت تاني وبنيجي على جزء الخاص بالاكاديميك تمام? فجزء الخاص بالاكاديميك تمام? فجزء الخاص بالاكاديميك تمام? فضغط على بعد كده هنا حضرتك بتقوله وبيقولك لو انت عايز تصحح اي معلومات فانت ممكن ترجع لجزء الخاص بالاكاديميك لان انت اصلا دخلت بياناتك في جزء الخاص بالاكاديمي. تملى البيانات دي. بقيت هنا بيقول لك عايز منك بيانات دي بتاع تعليمك السابق. بعد كده هنا عايز منك بيانات درجات بتضغط على وبترفق له بين الدرجات الخاص بيك ولازم يكون حضرتك تمام? بعد كده بعد كده بنيجي مع بعض في الجزء الخاص بال هو هنا بيقول لك اهي بتاعتك انا بتاعتك مثلا اللغة العربية. فببدأ ادور على اللغة العربية هنا هنا اهاي. بعد كده بيقول لياه بينجليش ايه هي مسابقية مثلا بعض كدا لو في اي لغات تانية انا بتكلمها هو انا بيقول لانت عندك خبرة مع كام لغة تانية. مسلا بتكلم انجليزي وبتكلم مسلا روسي بختار مسلا اتنين حضر بتكلم انجليز وفرنساوي. ممكن بتختار اتنين على حسب اللغات الاتبتور فيها انت بتبدأ وتختار وتقول له ايها هي اللغات دي. يعني مسلا اللغة انجليزية. على سبيل المسال. تمام? بعد كده اقول له ايه مستوية في الكتابة? ايه مستوية في مسلا هنا اختار مسلا لغة الروسية على سبيل المسال اقول له ايه مستوية بقى في اللغة الروسية بالنسبة لقراءة والكتابة والسبيكين وكزا اضغط عليكم تاني على حسب اللغات. بعد كده في الجزء بخص بالتست سكورز هنا لو انت عندك اي شهادات لغة طبعا بتقول له ايه هو انعود الامتحان اللي عندك بتبدأ تختار مسلا عندك طفل على سبيل المسال. بعد كده هنا بتقول له الطفل ده ولا ولا على حسب الشهادة بتاعتك بتختار. بعد كده تقول له تاريخ الامتحان. وهنا المجموع الكل اللي انت جبته الدرجات. بعد كده بيقول لك انت جبت كام في الكتابة. جبت كام في تمام? وهكزا بتضغط على بعد كده هنا هنشوف الجزء ده طالب مننا معلومات عن ايه? بيقول لي هنا بيقول لي. تمام? فقدرك بتختار ايه هي اللغة المفادرة بالنسبة ان انت عايز تروح تدرسها مسلا او تدرس عليها. تمام? دي حاجات تخص البرنامج اللي انت رايح عليه نفسه دي هي جبت ترجع لك انت بيقول لك ايه هو مستويق في اللغة اللي انت اخترتها. فانت بتبدأ تختار مستويق فانت مش معقول ان انت تختار مسلا لغة صينية وانت زيرو في اللغة مسلا او بيجنرا فانت لازم تختار حاجة انت قوي فيها تمام? بعد كده بيقول لك ايه هو بتاعك بتاعتك اكيد اللغة العربية لو انت لغتك الاصل اللغة التانية هتختار اللغة التانية بتاعتك. بعد كده هنا بيقول لك فانت بتقيم نفسك في الانجليز بشكل عام كتابة قراءة تحدز استماع بتقيم نفسك. بعد كده تبدأ تجاوب على الاسئلة الباقية دي حاجة بتخص البرنامج بتاعك انت هتكون قدرة فيها عني. لو حاجة تابعة كيميا كنت جاوبت معك تمام? بعد كده هنا بيقول لك ايه بتاعك فانت بتقول له هي هو الاختيار اول بانتبالك الاختيار التاني او رغبتين دولار اكباريين. بعد كده في حاجة انها هي الحاجات اللي انت مهتم بيها ككورسات ولكن هي مسلا مش اكاديمية مش تابعة الجامعة بتبدأ تكتبها هنا. تمام? بعد كده بنضغط على كونتونيو بنضخل على الجوز الخاص تمام? فالجزء ده بتيجي هنا حضرتك عند وتخبر رياس وتضغط على كونتونيو بنيجي في الجوزء الخاص تمام? هنا بيقول لك هي بتاعتك بتبدأ ترفق له هنا ملف بعد ما حضرتك بتكتب فيما لا يقل عن سبعمائة كلمة. بعد كده بيقول لك هنا حضرتك بتبدأ تكتب مقال فيما لا يقل عن تلتمية كلمة. بعد كده هنا بيقول لك بتبدأ براد تكتب له مقال فيما لا يقل عن ثلاثمائة كلمة. بعد كده بنضغط في الجوز سورا في هنا دي عورة عن معلومات ادفئة. هو حابب مثلا يعرفه عنك. هنا بيقول لي ليقول لو انت عندك اي عدش تاني عاد ترفقها هلو بتقدر ترفقها لو انت عندك مساندات اضافية. طبعا لو حضرتك ما عندكش مساندات دي عادي ان انت مترفقهاش. بعد كده بيقول لك لو انت عندك اي منح تاني هتأخدها فانت بتقول له بعد كده هنده بتبدأ تجاوب على الاسئلة الموجودة دي وتضغط على بعد كده بتيجي في الجهز الخاص بي هنا هنا تصمد سرير كومنديشن لترس فروم هو هنا بيقول لك بكل بساطة عازم انك تلات خطابات توصية بنضغط على وبتكتب هنا تفاصيل بتاعته اسمه واسم العائلة والبوزيشن بتاعه ايه وعلى بتكبيه ايه مسلا مستاذ جامعي هنا رقم التليفون والايميل وهنا لو انت عايز تكتب له رسالة بتضغط على علشان خاطر توصل له الرسالة ان هو يكتب لك خطاب توصية. بعد كده بتدخل بيانات الشخص التاني وبيانات الشخص التالت. بعد كده بتيجي في الجزء الخاص بتبدأ حضرتك ان انت تكتب التوقيع بتاكس وانكن اسمك فقط اسمك اسم العائلة اسمك اسم والدك اسم جدك. زي ما انت عايز تكتب اسمك براحتك اكتبه بعد كده كونفيرم وبنيجي في جزء خاص بتظهر له هنا كل البيانات اللي انا دخلتها ببدأ ان انا راجع بياناتي مرة واتنين وثلاثة وعشرة لسه بدري على الدودلاين راجع براحتك استوفى ورائك وكل حاجة. بعد كده بتلاقي صبت قداما وقتلت على صبت. كده هنكون خلص شرح طريقة التقديم على ملحة فول برايت. المهم ولا بالكامل للدراسة في الولايات المتحدة الامريكية. تمام شعرك هنوضح بسيط لو لسه عندك اي سوى لا يستخدم لا تكتش في الفيديو بتاعنا. تفضل انسي في الكومنتات حوارة جوابكم جميعا بقدر الامكان. بتنساش. لو الفيديو عجبك تدعمنا بلايك. لو لسه اشتركوا في القناة